إذا تدور على أفضل داش كام كجودة صورة في الوقت الحالي وبالتحديد في الإضاءة الليلية أفضل سنسور ممكن أفضل جودة ممكنة في هذا المكتب رح تشوف الأي 810 السبعين ماي هي أعلى شيء في فئات داش كام بتدعم الـ HDR بتشوفوا كيف فرقوا في الإضاءة الليلية مع السنسور الجديد المحدث اللي من سوني اللي هو الـ Stravis 2 سنسور مخصص للإضاءة الليلية أفضل بكثير من أول بتصور الأمامية 4K HDR والخلفية 1080p HDR قابل للتعديل زواياها سوان الأمامية والخلفية مع أنواع القزاز كلها هذا هو قدامكم بيجي معها الأسلاك كلها ركبوا لصق على طول ما يحتاج أي قصقصة ما يحتاج شيء جاهزة باللصق المركب على الـ Double Face ممتاز حتى القطع اللي تركب الأسلاك كالعادة كله Type C وتقدر تشبك بالولاعة اللي هو بنركب الآن في المقطع لأنه أكثر السيارات خلاص يعني لما تطف السيارة تطف الولاعة فأنا أشوفها الرياح صراحة نحن ركبنا في القرية هنا على الولاعة بتقدر تشتريه كإضافة زي ما تشايفين مع اللي هو الفور جي موديول اللي هو الجهاز اللي تشبك فيه شريحة عشان لو بتراقب أنت مثلا السواق بتشوف سرعته بث مباشر من البيت فتشبك شريحة أنت في هذا الفور جي وهذا يشبك بالفيوزات وخلاص يغذي الكهرباء بدل الولاعة للداشكان فهذا احنا ما ركبناه لكن قد تكلمنا عنه من قبل وهذا قدامكم تفاصيله أكثر لكن هنا رأي السيارة ما يبقى الجهاز ذافق عادي يعني في الأخير أنت حر في القرار تركيب سهل جدا مرة ما أخذ مننا وقت تقريبا 20 دقيقة إلى نص ساعة إذا أنت لك خبرة في تركيب الداشكام في الزوايا تدخل الأسلاك ولسيارتك شوية طويلة جيمس ممكن تأخذ شوية وقت زيادة لكن عادي ما رح تطول أكثر من ساعة المفروض فلو ما عرفت روح أي محل يركب عموما هذه الداشكام راكبة التطبيق بتدخل عليه تشيك الأمور الأساسية سوي تحديث تأكد أنه محدثة لداشكام أحيانا في مشاكل تتصلح سوي فورمات للإس دي كارد هذه أول نصيحة أقدر أعطيها لك وأصلا راح يجيك الخير ذا المفروض لكن إحتياط تسوي أنت هل الإس دي كارد جاهز ومهيئ بالملفات حقس وخلاص شوف الوقت والتاريخ كله تمام إذا ما هو تمام عادي في زر يسوي سينك من نت جوالك يعني مرة واحدة شوف الرزولوشن فوركي شوف الأمور كلها صح اتش ديار شغال كذا تأكيد بس على العددات خلصنا هذا والتطبيق مورو طيبة سبعين ماي معروف سهل وسريع خفيف تقدر تحمل لقطاتك من الخانة هذه هذه هي جودة الداشكام شوفت عينكم ما شاء الله في الإضاءة الليلية أنا أشوف أفضل داشكام مرة تعالية في الليل في النهار أكيد أنه راح تكون أفضل وأفضل شوفت عينكم ما شاء الله نظيف الصورة جدا شارب من مسافات متوسطة تقدر تشوف اللوحة مو مسافات بعيدة طبيعي يعني في الأخير الفور كي لوح دود لكن مسافات متوسطة تقدر تشوف اللوح بخصوص المايك تقدر تطفيه تقدر تشغله كل الإعدادات موجودة تقدر تطفي اللوغو حق السبعين ماي تقدر تشغله فيه كستوميزيشن حلو في التطبيق جودة المايك هذه قدامكم أحطي لقطة هذي لقطة مهمة ماذا هذا أمي هذي هذي مهمة لقطة هذي شوف هه هذي فاتت الداش كام بتصور أمامي وخلف اتش دي ار الفورك الأمامي والتناي تبيل الورا فكله مدعوم إذا شبكت القطعة هذه الفورجي تشبكها بالفيوزات لازم فيك الساعة خلاص بتوصل على الداش كام بذي الطريقة وراح يشتغل عنده تصوير في الباركينج وهي واقفة السيارة مطفية بيشتغل وقت ما يشوف شيء يسوي انت لازم تشغل ذا الخير من دل عددات فاعل انه إذا فيه أي هزة صارت في السيارة أو شيء على طول بتصور اللقطة لداش كام وتعرف انه هذا شخص حط كوب مثلا يجي معاها الدبوس حق السيم كارد بحيث انك تحط الشريحة حق النيت برضو فيه تايم لابس إذا ما تبه هذا النظام تصور 24 ساعة مو لما تقفط أحد تايم لابس مسارة عشان لا ياخد مساحة عالية بس لازم تاخذ الكابل شوفوا مكتوب اللي هو سواء الفورجي اللي عندي هذا أو فيه كابل ثاني للفيوزات خاص بدون فورجي براحتك المهم لازم مع الفيوزات عشان تشتغل الداش كام أوتوماتيك والسيارة مطفية فيها الـ ADAS هذه تقنية يعني يشوف لك الخط قدام إذا خرجت على المسار مثلا ينبهك تقدر تطفية تقدر تشغلها زي الرادارة المبسط للداش كام أكيد الجي بيس موجود في الداش كام بين لك سرعة السيارة بالجي بيس فمفيدة لبعض الناس وعن الطريق الفورجي الجهاز هذا رح تعرف موقع السيارة لايف بث مباشر رح تعرف لأنه فيه شريحة فخلاص تعرف فانها فان رصور 60 فريم لكن على الريزولوشن أقل ما هو الفوركي بس أنا أفضل الـ 30 فريم أكثر من كافي ما أنت في حاجة 60 فريم لأنك تبع أعلى الريزولوشن ممكن بس هذا كل شيء عن داش كامل A810 يطيكم العافية شكرا لكم سلام عليكم